يقال إن غلطة الشاطري بألف ونظام البنتاجون المعروف باسم نظام الاتصالات الاستخباراتية المشتركة العالمية كان الغلطة الأكبر في قضية تسريب 300 وثيقة عسكرية سرية لم ينهي اعتقال الشاب جاك تشيرا ذي الواحد والعشرين عاماً والمنحدر من عائلة وطنية بامتياز لغز تسريب وثائق شديدة الحساسية من داخل المنظومة الدفاعية الأمريكية بل أشعل وابلاً من الأسئلة والتشكيك في منظومة تمنح جندياً بسيطاً تصريح دخول واستخراج معلومات حساسة تتسبب بإحراج أقوى دولة في العالم المألوف عن الجندي أنه وطني وكاثوليكي متدين مهتم بالأسلحة كما يدعي أصدقاؤه وجيرانه تم التعبئته للخدمة الفيدرالية الخريفة الماضي بعد أن تلقى تدريباً للعمل في الحرس الوطني في قسم أنظمة النقل السبراني قبلها وخلال فترة كورونا اشترك الشاب مع عشرين آخرين جمعهم الشغف بالأسلحة بإنشاء مجموعة على منصة ديسكورد ومع بداية الحرب الأوكرانية بدأ تيشيرا بمشاركة مستندات سرية معبراً عن إحباطه من حصول معركة بين دولتين تجمعهما أشياء مشتركة كما تذكر صحيفة الواشنطن بوست نقلاً عن صديق مقرب من تيشيرا فالهدف من تسريب الوثائق وفقاً لصديقه تثقيف مجموعة وثقى بها بعيداً عن الدعاية الإعلامية دون أن يخطر بباله أن أحدهم قد يقوم بتسريبها خارج الخادم والإضرار بالأمن القومي يوماً ما قد لا نعلم الكثير عن هذا الشاب بعد لكنه هو من عرف بنفسه على أحد المواقع قائلاً احذر الرجل الهادئ فبينما يتحدث الآخرون هو يراقب وبينما يتصرف الآخرون هو يخطط وعندما يسترحون أخيراً يضرب كرام حناوي العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة